السلام عليكم يناس الخير على السلامتكم و مرحبا بكم معايا في هدل نوفال فيديو نحن نشوف فيها ان شاء الله بعض التحضيرات لشهر رمضان لي مقعد لهش ان شاء الله ياربين كونه ملحيين نصموه بالصحة ولهنا قولوا لانتي وما في لي كومنتيق وشن هم التحضيرات اللي راكوا تديروا فيهم وش شريتو وش ما شريتو وش ما زال ما تدرتوش أس كو بديتو في النتواج و لا ما زال المهم كل واحدة تقول لي ان شاء الله في التعليقات انا بغلو ماما وكي ما راكو تشوفو في الزيماج بديت بلزي بيس لعلو من اهم يعني التحضيرات لشهر رمضان هما التوابل مع بايش علاش في شهر رمضان نهتمو بزاف ان انا كل طبق نحطو له التابل اللي لازم له نبننوه بطريقة اللي لازم دونك التوابل نهتمو بيها بطريقة يعني اكسبسونال في رمضان انا الهنا ياخديت لبورتي بيستاعي نقيتو كامل نحيط لزي بيستاعي نحطوهم في الكيسات جو سيبانتو ما كيفاش و لاوين تحطو لزي بيس كي تنقو بالقريعات لزي بيس لكن انا نحطوهم في الكيسات يجيني سهل بزاف باش ننحيهم و باش تاني نعود نفرغ في القريعات التواعي و تاني هادو كلب لزي بيس نحتفظ بيهم لهذا الغرض فاقط يعني ماشي كل مره نرمي ونجبد دي كيسات جدد احتفظو انتوما بالكيسات لزي بيس بعد ما تكونوا غسلتوهم حادروا انو القراع تاعكم يكونوا ناشفين تماما تماما وماشي من الدين انا لهذا الغرض نستعمل الساشواخ تاعي بعد ما نكون غسلت القريعات تاع التوابل نشوفهم ممليح نجيب نضرب لهم هكذا باش نتأكد انو مقعد دولو يعني مقعدش نده تماما في القريعات لانو الى كندرتو و هما من الدين لازي بيستاعكم راحين يخسرو حاجة واحدة اخرى باش تحافظو على زي بيستاعكم اي فيتي و انكم تصبو في الطياب وهو فوق النار يعني راهو يطلق فلافابر تصبو ديغاكتمو من القرعة تاع لبيستاعكم نديرو في مغرفة ومن هذيك المغرفة حطو فلاكوكوت تاعكم و لافلا مغميت يعني مشي مباشرة لانو هذيك هذيك لفابر اللي تكون تطلع من القدر راح تطلع ديغاكتمو للقرعات عليزي بيستاعكم ويفسدو لكم مع مرور الوقت يتحجر هذيك توابل يتحجروا داخل القرعات تاوعكم يفقدوا الدوق تحهم يتشمخوا نونك اي فيتيو انكم تقوموا بهذا العمل انا احيانا نتوفوني ربما في الفيديو نقوم بها لكن فقط لدواعي التصوير ما سينو جام من دير ديغاكتمو من هذه القرعات تغيقتمو كما قلت لكم فوق الطياب المهم اللي هنا راني كملت نتوايا اشتاع قاع لبورتي بيستاعي رجعت ويشعل ما شاء الله درت كما قولو الانفنتار وش عندي وش ما عندي وش ما عندي ودوكا رح ناخد ديبوكو هذو ما لبوكو ما شريتهم شعني سبيسيال مان باش نستعملهم التوابل وانما شريت فيهم اشياء ورح نحاود نستعملهم فقط يقلقني فيهم هاد الكتيبة اللي تكون من الفوق تاع الادة دو تاع المنتوج رح نوريكم كيفاش تتخلصوا من هذيك الكتابة بكل سهولة رح نستعملوا موزي طيلاء الادافر لديسولون تاعكم وشوفوا كيفاش سا تدسپاري كم بكل سهولة رح نتحصلوا على ديبوكو يكونوا شابين ومعليهم شاديك الكتابة بسكو سيبا تخير جول ورح هذي بكل تاستوس أنا هادو مالي بوكو رح نحطهم في تغوار في المطبخ ورح ندير فيهم ان شاء الله مجموعة أخرى من التوابل اللي رح نخصصها ان شاء الله للشهر رمضان شوفوها معايا حنوريكم تشكيلة هاد التوابل من وش تسكوون كين هاد لابوكس فيها حداش انخاليط من التوابل ماشي حداش انتابل كل كيس رحو عبارة عن خاليط خاص بطبق معين كان خاليط خاص بالكوسكوس كان خاليط خاص بالسلطة خاليط خاص بكل طبق جزائي رح نتلقاه الخاليط الخاص تعوه كان هنا يلمتوهم كما رح كتشوفو وغير وغير من يعني التوابل المخصصة كما قلنا هم التوابل الخاص بالاطباق التي يطيبو فيهم كان يقول لك ندير شربة بسح مالا بايش وماليزي بيس اللي يوالموها مثلا طاجين الزيتون ما تعرف وماليزي بيس الخاص بطاجين الزيتون فهدوما الميلانج سيسهل علينا بزاف هدو المهمة امام لا تقضيش ديري هذا وهذا وهذا عندك ميلانج واجد حاضر تحطي مغرفة منه وانتي فريتيها هذا اول حاجة عجبتني في هاد التشكيلة من التوابل حاجة وحده واخرى وشو نقول لكم حاجة بزاف بزاف تريح الريحة ما شاء الله راهم في اكياس بلاستيكية محكمة الاغلاق وهكذا الريحة اللي راه تخرج وشو نقول لكم بينين بلي سي دي زي بيس ماشي حاجة قديمة شحال و هي عندها في الحانوت لا بينين بلي حاجة جديدة هدوين ترحات حاجة نقية انا كنت جربت يعني بعد ما صورت الفيديو جربت الخليط الخاص باطباق البطاطا وشو نقول لكم يعني حاجة ما شاء الله ما شاء الله مع هاد التشكيلة من التوابل اللي حقتني كهدية هاد الكيس تاع الرند نظن انه كل واحدة راح تجوز انكم موضا حتلحق لها هدية رمزية هكا من هاد النوع يعني اوني بيس معينة ولا كيس تاع اوراق الرند ولا المهم احنا نخلي لكم لبنات رابط تاع صفحة تاع الفيسبوك اللي تقدروا جوزوا منها طالبية تاع هاد التوابل ونخلي لكم تاني رقم الهاتف وروحوا يعني على ضمان تخوضوا التشكيلة اللي حبيتوها لاباش فيسبوك تحهم مش حال شابة عباكم تدخلو متحبوش تخرجو فيها صور بزاف شابين ألوان بزاف شابين عجبتني بزاف لاباش فيسبوك تحهم وبالنسبة لتوابل اللي حب التوابل تروحتكم ونضيع لضمانتي اللي بنات يخاكم تعرفون يا معرفة قدي ما ماشي من اليوم على بلكم بالجام من بعدكم الوناد غاس نكون انا ماشي ساتسفات من اللي بخوض تحهم عباكم اي منتوج ما يكونش عاجبني منجوزوش اصلا في القناة منجوزش يعني منتوج ونقولكم لا لا مش يمليح ما تشريوه كما نقولو ما نقطع الرزق تحت واحد لكن لما يعجبني المنتوج ونصوره اعرفوا بلي اروحوا شريوه على ضمانتي ان شاء الله فالا لبنات كين هاد التشكيلة فيها حداش انخاليط تعتابل مجموعة تاع الوزن تاع هاد العبوكس 330 غرام تقدروا تزيدوا على هاد الكمية يعني رهم توفرين يعني يوزنوا لكم على حسب وشركوا حابين انتوما المهم حاجة مليحة حاجة نقية حاجة تريحمة شاء الله وفي رمضان دايما عندنا هذيك العادات عما نحبوش نشروا لزيبيس هذوك اللي يتبعوا يعني من المصنع نحبو التوجو هذيك اللي نشروا من عندو بالميزان وكامل فراني جيدكم اليوم ان شاء الله بهذا البن بلان ان شاء الله يا ربي يعجبكم ودركا خلونا نجوزو للفقرة الموالية دايما ضمن التحضيرات الرمضانية ان شاء الله رح نوجد حاجة نستعملوها بزف الفطار يونكو بلوس في رمضان رحو عرفتو اكيد وشنو هي لا شابلوغ رح نوجدها بيان افيداما بالخبز اللي يكون يابس وما كلناهش نحب بزف ندير لا شابلوغ في الدار اولا لانها جيني بنينا على تعالي المحلات بكل تواضع وثانيا نحس انو الحمد لله هذا الخبز اللي ماكلناهش مرحش يطرمى لنقعدش يعدبني الضامير تاعي هذا الخبز ممكن نحطه في كيس ونوجد به العشابلوغ على بالي باللي مرحوش رح يطرمى ينقعد الضامير مرتاح اول حاجة لازم الخبز يكون يابس تماما كما راكو تشوفو فيه لا يكون شي مندي ولا تاع البارح ولا خليو الخبز يبس تماما لعدة ايام خرجوه لشميسة ولا دخلوه يلو كان هكذا شوية للفرن المهم لازم يتخلص من داتاعه تماما باش ما تفسد الناش لاش عبلوغ تعنا اول حاجة راح نديرها ناخد هاداك الخبز نقسمو هكذا قطع صغيرة باش نرحيه نديرو في الاشواق نرحيه باش نقدر جستما ندخل هادو القطع الصغيرة في الاشواق ديالي كين بالزاف اللي بعد ما يرحيوا الخبز تحهم يجوزو هيا اما في الفرن ولا في المقلة شغل اللي يحمصو هكذا يشوية باش يزيدو يخلصو من داتاعه انا ما نقدبش عليكم هاد المرحلة ما راحش نديرها اولا لانو الخبز تعي متأكد انو يابس تماما وما نديرها كامل 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 حاجة وحد اخرى لانو الخبز تعي استعملتو به بالوجه المحمر لانو شابلوغ تعي راح تخرج لانو شابلوغ برون لانو نزيد نجوزها في الفرن ستزيد تولي تتحمر يعني بزاف تولي حمرا بزاف وزيد نهار نستعملها باش نطيب بها مثلا ندير مثلا المرحلة تولي الفرن وكامل انا مدرت بعد مرحلة كامل الكميات على الخبز اليابس وكيف حصلت راح نضيف لها دركة شوية بصل مجفف البصل المجفف راح يزيد نصف البنة شابلوغ تحضر بالك وما تجربوها بالبصل المجفف إذا جربتوها ارجعوا لي الخبر علي راح تعجبكم حنحط لها ثاني شوية فلفلكحل لكن حبات مشي فلفلكحل مرحي مشي من باب اني ندير لها الفلفلكحل كتابل وانما كمادة حافظة يعني باش ما تسوس شابلوغ تعنا وما تفسج وما تغمل هذا شفتوني درتو مع البقوليات ومع الحبوب بتاعي دجا في فيديوهات سابقة راح نستعمل كذلك الملح نفس الشي راح نستعمل كمادة حافظة مشي باش نملح لشابلوغ تعي وانما باش نحافظ عليها مدة طويلة راح نحط لهاد لشابلوغ تعي كامل هادو المكونات دونك البصل المجفف الفلفلكحل الحب والملح نخلطها مليح 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 وتحصلت على شابلوغ بنينة بزيف 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 قدتلكم جربوها بالبصل المجفف راح يتغير المدق التحاد تماما تماما كي تستعملوها في القليان ولا حاجة وحد اخرى بعد ما خلط مليح لشابلوغ ديالي دوك راح ناخد 1 بوكال البوكال تعي تغسلت نشفت سيخت راني ظالا اكتلكم على هاد النقطة نشف مليح البوكال تعكم وتقدو تستعملو لهو تاني طريقة تعسي شواغ اللي شفناها قبيلة في التوابل نشفوهم مليح مليح قبل ما تحطو لشابلوغ تاخكم الداخل وإلا راح تفسد لكم يفو ايفيتين اندا كساسوا في الخبز ولا في البوكال اللي راح تحطو فيه اندا مليح بعد ما نكون عمرت البوكال تعي لنص كما راح نجيب ورقة تعرند تكون مجفافة نأكد ونعاود لا تكون فاي فخش يعني راح تطلق ندات حا في هذا الخبز حنا حطيناها باش تحافظ إلا كندرناها فخش يعني نجيب حلول نعمي وها راح تدير يعني لفى كون تخيغ راح تفسد لشابلوغ تعنا دونك حطو ورقة تعنا تكون جافة نكمل التعمار تعلو بوكال تعي ومكنت حصلت على كمية لبس بيها ملا شابلوغ تشد مدة كمم لبس بيها هكا نكون مرمينا الخبز تعنا درنا حاجة ميزون قية ما شاء الله وفرنا دراهمنا مرمينا الخبز تعنا لما نكون وشكلينا وما دخلناش ولا لا في الإصراف ولا في التبذير ولا في أي حاجة من هذا القابل هذا كان لك أكثر أستوث دورك يا ناس الخير على شونا نعيث لكم الناس الخير خاطر على بال يتحب تدير الخير على بال يتحب تدير أي حاجة تساعد بها ناس أي حاجة تكسب بها حسنة بالتالي رح نوجه لكم un petit ميساج على بال يبل العديد من رح يقتاد به إن شاء الله كان فرصة في العديد من الفيديوهات السابقة أن نتكلم على القراء البلاستيك كنا تفهمنا أنا وياكم باللي نرمي مع النفايات ونضروهم في أكياس وحدهم هكذا الناس اللي تسترزق من البلاستيك ما يقعد شمساكن يحوس في أكياس النفايات وإنما رح يصيبوا أكياس مخصصة لهذا القراء نقي واجد سيسهل عديد من الناس مسكينة سيسترزق من ورا هذه القراء البلاستيك سيبيعوهم بأثمينة زهيدة جدا ويسترزقوا منها اليوم إن شاء الله ما حينش نهضرو على القراء وإنما رح نهضرو على البلاستيك يعني هدوما الغلاقات البلاستيك كي سيكون القراء القزوس الماء تعليج أي حاجة بلاستيكية هدوما لبوشون لبنات أنا ما طميتهم هكذا كبرك وإنما طميتهم لغاية جميلة بزاف وعلى بال يبلي أي وحدة شفت هدو المقطع ما رحش يزيد يعطي لها قلبها ترمي بوشون في الزبل لبنات هدوما البوشن بعد ما تكونوا طميتوا هكذا كمية كما أنا وش تقدروا تديروا بيهم تعطوهم الوحدة الجمعية واسمها جمعية أطفال القمر شكون هما أطفال القمر هما عبارة عن أطفال مساكن عندهم الجلد تحهم عنده حساسية كبيرة كبيرة جدا لأشعة الشمس ما يقدروا ش يوقفوا تحت الشمس إلا كانت تعرضوا للأشعة الفوق بنفسجي يعني لزيول تخافيولي لكي يناف في الشمس ولا في يعني أنواع وحد وخرات على الإضاءات الجلد مع الوقت يقدر يحكموا سارطان الجلد ربي يحفظهم ويحفظنا إن شاء الله إلا كان طمينا هادوما لبوشان الجمعية هذه تحديد أطفال القمر ستبيع هادوما لبوشان المصانع تجني أموال من هادوما لبوشان ووش رح تدير تشري أدوية لهادوما لأطفال تشري لهم خاصين بهم اللي خلوهم يقدروا يخرجوا في النهار يخرجوا مساكن غير في الليل عليها اللي يستسموا أطفال القمر وانتوما بهذا البيت جست السامبل اللي راحين تديروه راحين تمكنوا الجمعية من أنهم يشيروهم الأدوية وأحيانا يشيروهم حتى يعني بالرغم من غلاء هادوما اللي تون اللي يلبسوهم يعني يلبسوا واقية من الأشيعة الفوق بنفسجية يلبسوهم هادوما الأطفال ويخرجوا هادوما الأطفال يون ديكوفر وش مانتها لسولي ديكوفر وش مانتها الدنيا في النهار وزيماجين الأجر اللي راحين تتجنيوه والله اللي بنتمشي باش نزيد عليكم بس حول الله العظم أراني نشو اللي جتني آني نهدر واني حابن بكي المهم قطلكم ان جست تخي تخي سامبل طمو لهم غير لبوشون اللي قرعت هذا الفيديو الطم هكذا يا دي بوشون هادو الكمية اللي طمிتها أنا ما شيف في نهار وليف نهار مدة طويلة كنتمو كميية هك كمليحة ها اما تتصلوا بالجمعية راح تلقاوا رقم الهاتف تاريخ وعطو لازواجكم هايما يلحقهم لهم يانما تتصلوا بهم بلقهم يجو يردوهم ولا المهم كل هادوما كل خطرات تستعملوا قراءة بلاستيك القراءة ديروها في كيس بلاستيكي باش يسترزق بها ملي بلاستيك والبوشون ديروه دوكوتي باش نعطوه لهذه الجمعية وجزاكم الله خيرا ان شاء الله تلقاها ان شاء الله في هذه الدار العقوبتكم ان شاء الله تعالى كل عمل تديروه ولو عمل بسيط ومتكونوا يعني صرفتم على جيل وحتى حاجة يعني هذا راه باطل حاجة نديروها باطل بلما نصرفوا لا جهد لا مال كل حاجة لكن النية انك تعاون انسان واحد اخر ولا طفل هادو ما كيما قلنا اطفال قامر ولا ديرو في بلكم باللي ربي رح يحسبها لكم جابل ان شاء الله من الحسنات فالا فالا حبوبات رانا ديجا الحقنا للنهاية على الفيديو تعنات عنها اليوم اللي انتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم استفدتوا منها ايه سيوهتو تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة تحا سيسيليوكا على بلكم واش ديرو لي ديرو الهاجام اشتركوا لي في القناة إلا ما زال ما اشتركتوش وتاني خلوا لي تعليق شباب يشجعني انا دوكا مع لي اغنضرب لكم مواعد في الايام المقبلة في فيديو جديد قريبا جدا جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة